السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا تصريف مياه المكيف. او تركيب نواسير تصريف المياه للمكيف. بالنسبة للمكيف الكونسلت المكيف الليسبلت المكيف الكسيت. طبعا اول حاجة بنكسر الجدار طبعا التكسير ده بيكون بعد القياس بالنسبة للمكيف الليسبلت. الليسبلت بنخد في نص الغرفة من النص بنشيل خمسين سنتمتر وبعدها بنفضة بنكسر في الجدار باستخدام الدريل او الدربكين او القريندر او الشاكوش حسب نوعية الطابوك طبعا. بالنسبة للمكيف الكسيت اول حاجة بشيل من فوق اربعين وثلاثين سنتمتر حسب بالجبس. اربعين وثلاثين سنتمتر. بعدين بقيس طول الماسورة. المسافة دي طول الماسورة. عشان المكيف الكسيت فوق اصلا حجمه بكون ثلاثين كده يعني. فاربعين كده تكون الماسورة مايلة ويمشي معاي. يمشي معاي. اربعين من السقف فوق. بعدين باجي وهو بقيس الماسورة حسب المسافة لنا دائرة. واقطع الماسورة يعني. عادي. بعد ما قطعنا الماسورة دي. بالصورة دي. حنقطعها جزئين صغيرات يعني جزئين صغيرات. لهي جزئين ديل. وجزء الواحد كبير يا هو دا 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 الارتفاع. واستخدم الغرة مع الاكواع. واسبت الماسورة بتاعتي بالطريقة دي. بعدين عشان اجي اركبها في الجدار. فالماسورة لما تكون ضغرية. بعدين السباك تحت يركب فوقها. عادي يعني سباك تحت يركب فوقها. فوق من فوق يتركب فيها الصرف بتاع الموية. بتاع المكيف. بالصورة دي. نقوم ندخل الماسورة في الجدار. نسبتها كده. طبعا. بنعملها. بالصورة دي. ناخدها. ونكفل عليها عادي يعني. بين. بين. بين رملة والاسمنتي. اللي هي الخلطة العادية دي. طيب زي ما لاحظين هنا شكل الماسورة تحت. فوق زي بعض يعني. طلعات كلهم باتجاه واحد. لكن هنا الماسورة طالعة بالاتجاه البقاء دي. عشان ليه عملنا كده. عشان. بس يعني دي عشان. قريبة من الحمام. بس. بيغادي بورا. قريبة من الحمام. هنا فوق النقطة. المحتة دي. حيكون فان مكيف. هنا صرف بتاع الموية. الماسورة تنصرف. من فوق هنا. حتة المكيف هنا. يتركب الصرف هنا. والموية يتمشي. بنفس الطريقة مع المكيف التاني. اللي هو حركب فوق هنا. الماسورة تكون هنا. الصرف بغادي. فلازم الماسورة ما تكون مرتفعة فوق شديد كده 10 سنتي كده. لانه المكيف. اصلا السايز بتاعه 30 كده. فلازم ناس تحسب الحاجة دي. تقيس مقاساته كويس. عشان الماسورة ما تكون أعلى من المكيف. بعدين تضطر تكسر. عشان الموية تنساب معاك بطريقة صحيحة. لازم يكون أقل منه شوية. ودي المواسير لها. كان شكله بجوة. ببرة. بعدين شكله بجوة بجاج. وهو كانت عراملناها قريبة من المكيف. فهذا وكيف كونسيد. فهو اتجاهينه بالاتنين بيعجايحة. يركب في الحتة دي فوق هنا. المية تنصرف هنا. طبعا الحتة دي فيها حمام. كده الكونسيد أو الكسيد انتهى. نجي للسبيلت. طبعا اللسبيلت فوق بوكس. يعني بتركب فوق بوكس. بتفتح فتحة صغيرة كده. بالصورة دي. دي الفتحة اللي حتركب فيها الماسورة بتاع الصرف الموية. أما الفرحة الكبيرة البيفوق دي الفتحة بتاع تمديد بتاع النحاس. النحاس بيجي بي من السقف بيتركب في الحتة دي. بالصورة دي. بعدين بعد ما كسرت الجدار بقيس المسافة دي. المسافة دي لازم تكون سبعين او تمانين او تزعين حسب الارتفاع بتاع السقف. لانه المكيف السايز بتاعه براه تلاتين. محتاج له على الاقل. اربع اه عشرة سنتي فوق. عشان اتبادل الهواء. فبالتالي ازا كان الجبس تلاتين سنتيمتر. المكيف عايزة اربعين. هتبقى المسافة كلها سبعين. اقل حاجة يعني. ده اقل اقل شي يعني. عشان ما يكون المكيف ما اركب مع السقف الفوق. بعدين اجيب المسافة بتاعتي نفسه طريقة الكونسيت. واااا اقفلها بتاب من تحت. وعادي يعني بال بالغرة والاكواع و belieệuة بيتمش هي. الامور زي ما قالو مشها كويسة. فايبي بيجيب المسافة باكفلة طبعا لازم اكفلة فوق اكفلة الماسورة فوق فوق بيتيب عشان عشان الماسورة هنا اكفلة في الحتة دي بيتيب عشان ما يدخل فوق رملة او اسمنتي او حاجة يعني تكفلة الصرف بتاع الموية بعدين بيبقى صعب جدا انه افك اذا قفلة افتحة بي حاجة او كده يعني او اضطر غير الماسورة بالكامل وكده فزي ما ها طريقة قيسنا من فوق بنجي نركب البوكس يعني نركبه عادي باسمنتي ورملة عادي يعني الموضوع بسيط جدا تسبيط بالطريقة دي يعني فلازم المبنى اذا كان مبنى واحد لازم المكيفات كلها تكون في مستوى واحد يعني تكون في مستوى واحد يعني اذا كان شلتة يعني من فوق 70 سنت او 80 سنت كل المكيفات اركبها على الطريقة دي بيكون شكلة جميل يعني ما مثلا غرفة يكون المكيف مرتفع فيها وغرفة المكيف نازل فيها وكده بيكون الشكل ما جميل او بتركب وتشتغل عادي يعني ما في مشكلة يعني لكن بزي عشان الشكل الجمال يعني المكيفات كلها تكون في مستوى واحد خاصة ان اذا كانت قاعدات في مجلس كبير او صالة كبيرة قاعدين مكيفين اتنين مع بعض المكيفين وكونوا بنفس الطريقة لانه ات لو 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 نزلت المستوى المكيف من المكيف تاني بعدين ما بتقدر تركب يعني اما بالنسبة لو لو عندنا مكيف زي ده يعني ده جاي في الباب جاي في الباب يعني المكيف ده تحت ما في حاجة اجي في الباب فانا بطر اكسر له كده والصورة دي البسيطة دي بعدين عادي اعمل كل اسبتوا كده ف لازم يكون شنو مايل يعني فيه مايل كده يعني من المكيف فوق مايل عشان الموية تنساب بطريقة سلسة كده وتمش تحت يعني مع السباكة على طول يعني على الحمام كده يعني وهو بنسبت كده يعني شاكل شايفين الماسورة مايلة وبعدين يعني سبتها ب اهو رمل وخرصانة اي رمل و واسمنتي سبتها يعني كده تتسبت بعدين شايف تكون قوية عشان بعدين اجي اركب المكيف هنا بالصورة دي يكون صورة ممتازة يعني جريب من الحمام وكده شايفين اول حاجة يكون اللي يفوق بعدين اللي يتحج اللي يفوق عشان الماء يتنساب يعني فعاكين لو ركبتها كده بتفهم اشتركوا في القناة